مرحبا بكم أيها المشاهدون من جديد في هذا البرامج غير الكلام طبعا الآن لنا فقرة أخرى المخرج مجهز لنا أشياء في هذا الشهر الفضيل مجهز لنا رطب و التمر و ماء طبعا ليس الآن أكله شاء الله تعالى بعد الأذان ولكن لماذا يعني المخرج حطنا رطب و التمر و ماء الرسول صلى الله عليه وسلم كان في هذا الشهر الفضيل كان عبد الله سبحانه و جل وعلا و يسعى إلى مرضات المولى سبحانه و جل وعلا والأمور التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم أنه كما كان يهتم بعبادته فقد كان صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل و يدارسه القرآن يأتيه جبريل حتى كان في العام الذي توفي فيه دارسه مرتين قرأ معه القرآن مرتين كان في كل رمضان كان يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم و دارسه القرآن كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه تتفطر قدمه كان في الإنفاق كان في الإنفاق في باب الصدقات و باب مساعدة الآخرين يقول أحد الصحابة كان كالريح المرسلة الريح المرسلة الريح التي تأتي بالسحوب و فيها الأمطار فكان صلى الله عليه وسلم كان كتلك الغيث التي إن أتت على أرض فترى هذه الأرض فيها الزرع و العشب و الخير كذلك كان صلى الله عليه وسلم و كان أجود ما يكون كان في رمضان و كان كالريح المرسلة كان يذكر الله عز و جل كان يفعل الخير كان يتقرب إلى مولا سبحانه جل وعلا كان ينقطع عن الآخرين بمعنى أنه كان نراه مقبلا إلى المولى سبحانه جل في علام كان يهتم بعلاقة هذا القلب بالله سبحانه جل وعلا هذا نحن الذي بحاجة إليه لما يأتي رمضان لابد أن أنظر إلى أمر مهم عظيم جدا في نفسي جاء هذا الشهر طيب ما المقصود من الصيام هل مقصود أني أترك الأكل و الشر ما المقصود من الصيام هل مقصود من الصيام أني أنا أنتظر و أتريأ أذان الفجر وأذان المغرب و الله الحمد لله أنا صايم لم أكل و لم أشرب لا المقصود من الصيام أنك تكون تقيا مؤمنا تعرف حق الله عز و جل عليك أن تنظر إلى علاقتك بالله عز و جل لابد أن تكون إيش قوية تكون هذه علاقة قوية جدا بمعنى أن اليوم أنا اليوم صمت لما صمت اليوم تنظر إلى إيش تنظر إلى قوة علاقتك هل زاد إيمانك اليوم هل زاد إيمانك انظر إلى نفسك هل إيمان هل ارتفع اليوم لما ارتفع ما شاء الله كم صايم اليوم من ساعة كم متى أذن الفجر أربعة و تسع دقائق تقريبا إلى كم الآن أنا الساعة تقريبا السادسة و الربع كم ساعة أنت الآن في طاعة الله عز و جل احسب كم ساعة هذه الساعات لابد أن تؤثر فيه في علاقتك بالله عز و جل لابد الإيمان إيش يزيد 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 بعض الناس تأخذ الأمر بجانب يعني من طريق آخر من جانب معكوس بمعنى لما يأتي رمضان ترىه لا يبتسم لما يأتي رمضان تلاقيه في السيارة هو ساير تشنج يعني وعصابه مشدودة وإذا وحد لف عليه ويتكلم وإذا وحد غلط عليه يتكلم لا علا ما أكون أنا الصائم أني الآن في طاعة الله عز و جل و الأصل في قرب الإنسان من الله أن تكون أخلاق طيبة سلوك طيب تكون أنفاسه جميلة تكون علاقاته رائعة مع الآخرين كما كان الرسول صلى الله عليه و سلم يهتم بعباداته كان يهتم حتى يهتم بأكله كان أول ما يأكل على إيش كان إذا فطر على إيش على رطبات طبعا ما بأكل الحين على رطبات فإن لم يجد فعلى ماذا على تمرات تمر فإن لم يجد يقول الصحابي حسى حسوات بماء لماذا لأن الرسول صلى الله عليه و سلم كما يتعامل بجسده مع الله في طاعته كذلك يتعامل بجسده فيما يعود عليه بالفائدة والصحة حتى علمنا رسول صلى الله عليه و سلم حتى في السحور ببداية كما بس كما نتكلم تعالوا صوموا صلوا شوفوا صلاة التراويح وانظروا إلى قيام الليل و باب الإنفاق و باب علمنا رسول صلى الله عليه و سلم كيف نصوم بما نحافظ به على على أجسادنا كان يقول صلى الله عليه و سلم تسحروا فإن في السحور قال بركة تسحروا طب متى وقت السحور مين يواحس صاعة ثمعش أضاء ربي الخمس لا الترايا إلى متى إلى أذان قبل أذان الفجر بساعة بساعة هذا وقت السحر هذا الوقت الملائم نساني شرب ماء و يقول صلى الله عليه و سلم نعمة سحور المؤمن قال التمر مش رطب فرق بينهم التمر نعمة سحور المؤمن التمر فبعد ذلك يتقوى الإنسان على طاعة الله سبحانه و جل وعلا و على التقرب للمولا سبحانه و جل وعلا بكل الطاعات و بكل ما يتعلق بعبادة الله سبحانه و جل وعلا سننتقل بعد ذلك إلى فضلة الشيخ معنا في هذه الحلقة فضلة الشيخ الدكتور محمد عبد الرحمن كبير مفتي رهيئة العمل الشؤون الإسلاميات و الأوقاف نتحاور معه حول ما يتعلق بهذا الشهر الفضيل و كما ذكر نستقبل أسئلتكم و كذلك اتصالاتكم في ما يتعلق بهذا الشهر الفضيل فكونوا معنا و لكن بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر